في بعض الحالات ما كنستطعوش رغم هذة الفحوصات ما كنستطعوش نصيبو المنطقة ملين كيجي هذة كتجي النوبة لكسعى كيحاولوا أطباء العلوم العصبية يعني بهذا بهذا كتخطيط الدماغ بالفيديو وفي شكل ديالا كريز كيقول لك أود دي هامنين كتنتشر هالطريق اللي كتاخدها باش كتنتشر كيمكن كذلك تكون العملية الجراحية وكتمشي كتقطع ذيك الطريق كنديرو كتفصلو كأنك كتحل وحد الخيط ديالدو كتقطع أسميتو هذه هي بصفة عامة العلاجات الجراحية اللي دخلت في مرض الصرع في العقود الآخرة والمغرب ما كانش في هذا الجراحة الحمد لله بدناها بالضبط في 2005 في هذا المركز هذا أنا مستشفى لإختصاصاته في هذا المركز الوطني للطروض والعلوم العصبية بتعاون مع بعض المستشفيات الأجنبية اللي كانت تكدير هذا الجراحة وبدناها في 2005 ولحد الآن الحمد لله ما يعني جرينا العملية الأزيد من 250 مريض يعني العدد النسبة ديال المرضى اللي تشوفوا بصفة نهائية اللي تقطعوا عليهم هذه الكريز يقارب تقريبا ما بين 75-80% في البداية كيكون حتى 90% ولكن مع المدة اللي فاتوا الآن اللي فتحنا لهم وفاتوا خمس سنوات تقريبا بالضبط 69.5% يعني تقريبا 70% ما تديروا شيء حتى شي نوبة 11-15% بقي عندهم واحد النوبة ولا جوج ولا ثلاثة في السنة و1-5-6-10% يكون عندهم 4-5 ديال النوبات في السنة فهذا يعني واحد الانتصار كبير بطبيعة الحال ديال الجراحة فيما يتعلق هذا المرض اللي هو في الحقيقة صعب جدا مشي للأطفال فقط أو للمرضى وإنما للعائلات ديالهم وللمجتمع ككل لأنه يخلي عديد من المرضى كيف قدوا الدراسة طبعا كيف قدوا العمال وهكذا يعني وكل ما يترتب على هذا بالإضافة إلى العيش الصعب الذي تعيشه كل عائلة اللي لها مريض تأتي هنا وبطسرة يعني شيء من أصعب ما يكون مؤسسة الحسن الثاني للوقاية من أمراض الجهاز العصبي ومكافحتها كانت تقريبا هي البداية لهذا المشوار الطويل في آخر الثمانينات كما قلت لكم كنت رئيس لقسم جراحة الدماغ والعصاب في مستشفى الاختصاصات ومستشفى الاختصاصات كان يعني مستشفى نموذجي خلقة وزارة الصحة في بلدنا كان مستشفى نموذجي خاص بأمراض الرأس والعامود الفقاري والجهاز العصبي ما يزيد على 450 فراش مخصصة لهذا لهذا الأمراض من الصدف كذلك كنت مدير لهذا المستشفى ابتداء من 83 فالمستشفى في البداية كان رائع جهز على أحسن ما يرى ولكن بعد بضعة سنوات بما أنه للأسف الشديد يعني يعني يتمشى مثل المستشفى العمومية كلها بدأ النقص شوية أنتم ما كنتعرفوش كل النقص اللي كان في الميزانية ديال المستشفى العمومية فبدأ شوية ديال التقاقر في الجهزات في الوقت اللي المغاربة بدأوا كيتكونوا فهذه الاختصاصات ديال الجهاز العصبي الشباب بدأوا كي يجيوا كيدخلوا كيتكونوا على برها كيتكونوا هنا كيقلبوا التخنيات خلصهم يتقدموا حاولنا مع طبعا ولكن الميزانية العامة معروفة ما عندك فين ما كيقلوا لك هذا شيء هذا المديرين ديال المؤسسات أو الوزارات تقار الوقت كان فكر يعني واش الواحد دي هرب يمشي للقطاع الخاص كما وسيلة اللي لجؤوا لها واحد ربما بزاف ديال الإخوان ولكن الهدف كان هو الجامعة والتكوين ففكرنا نخلقوا مؤسسة اللي يمكن نستعملوها وتأتينا بالإعانة بالمستشفى هكذا خلقت مؤسسة الحسن الثاني بالإذن ديال المرحوم الحسن الثاني رحمه الله سمناها مؤسسة الحسن الثاني اللي ويقيام أمراض الجهاز العصابي ومكافحتها وبدنا كانت تصلوب المؤسسات الدولية والعديد من يعني الشخصيات لمساعدتنا على النهوض بأمراض الجهاز العصابي فكانت هذه البداية أولا أول جهاز للفحص بالراني المغناطيسي ما كانش في المغرب للراني المغناطيسي لييرا ما كانش أول جهاز دخل دخل في ثلاثة وسبعين في ثلاثة وسبعين دخلته المؤسسة كهدية من المملكة العربية السعودية الشقيقة لأنه ذيك سعى الجهاز ديال الفحص بالراني المغناطيسي كان 8 دياله يزيد على 3 مليون ديال دولار فأول جهاز دخل لهنا لهنا المستشفى هنا في هذا المركز ثم جهزنا المركب الجراحي في المستشفى لاختصاصات ثم تبيننا فيما بعد أنه أحسن شيء هو تخلق واحد المركز اللي هو كيجمع هالتجهيزات كلها واللي يمكن له تكون عنده مرضودية باش يمكن لك تزيد القدام لأنه إذا كتأخذ التجهيزات كتدخلها المستشفى وحتى الصيانة ديالها ما كتوفر شيء كما يجب يعني كتلقى كما تقوله كتكبل ما في الرملة ما كتت وثم احتل يعني المتبرعين والناس اللي كيساعدوك ما كيبغيوش هذ شيء كيبغي ذاك شيء اللي يجهز اللي يعتى يكون يعني يتنمى ماشي يوقف ولا ربما يصل واحد الوقت ما يبقى شيء ففكرنا في خلق هذا المركز المركز الوطني للترويض والعلوم العصابية خصوصا وأنه وزارة الصحة قبلت أنه يتسمى المركز الوطني للترويض والعلوم العصابية ثانيا قبلت بواحد يعني واحد جديد في تسيير جد مهم وهو أنه قبلت أنه يكون يعني مسيار على النمط الخاص ولكن بدون إرباح وتسير المؤسسة يعني فهذا كانت في الحقيقة شيء رائع لأنه المرضى يؤديوا المصاريف على الاستشفاء ديالهم ولكن ذلك المصاريف لا يأخذ حتى واحد في آخر السنة يتخلصوا طبعا الأطباء والموظافين اللي كانين في المركز وفي نهاية السنة كان يبشروا شراء التجهيزات الجديدة أو أداء المصاريف ديال التجهيزات اللي تشرات فهذه باش تستطعنا نخلقوا هذا المركز ثم المؤسسة عطتنا واحد شحنة جد مهمة فيما يتعلق بالتكوين التكوين اليوم هو التكوين المستمر والتكوين المستمر ماشي دائما داخل البلد إذا بغيت تكوين الناس في التخصصات اللي ما موجوداش في التقنيات اللي ما موجوداش في البلد خصيك تبعتهم خصي الناس يعني ذاك اللي زيكسبر اللي هما متخصصين في ذاك التخصصات الجديدة خصي يجيب خصي يجيبهم خصي يصرف عليهم ف يعني المؤسسة مكنت لنا من واحد الميزانية لتكوين المستمر رائعة هذا هو الأساس اللي يجعل لناه من تسعينات الجراحة الدماغ والعصاب والعلوم العصابية بالخصوص بصفة عامة بدتك تبرز على الصعيد العالمي بدأ المغرب كي تتعرف بدأت يعني فيما يتعلق هذه دبات قريبا ثلاثة من 1990 إلى الآن قدر نقول بأن المغرب سي 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 بلاتفورم فيما يتعلق بالعلوم العصابية وجراحة الدماغ والعصاب بالنسبة لأفريقيا فهذا هو اللي جعل أننا نديروا المؤتمر الدولي أول واحد في أفريقيا فمراكش يعني بحيث لمؤسسة حسد تاني ساعدتنا بما يعادي المليون ديال الدرهم من أجل يعني تقديم المغرب على الصعيد العالمي لبروموسيوم ديال المغرب على الصعيد العالمي باش نقلوا ليهم يمكن لنا نديروا المؤتمر الدولي يمكن لنا تجيول المغرب و تجيول أفريقيا كذلك ذاك المؤتمر الدولي وهذا الصعود على الصعيد العالمي هو اللي جاب لنا المركز المرجعي لأنه في ألفين وجوج لما قدمتنا المشروع طبعا في النول كل شي ولكن لما ديرنا العمال قمنا بالبحث قلنا هاش كايين ديال حال من جراحين في أفريقيا هاش خلصنا نديره وقلت لهم بأنه خلصنا يعني نديروا واحد المركز المرجعي طبعا كتعرفوا بأن واحد عدد الدول الأفريقية بدأت تدقل لنا نديرها ولما نقول لكم سبيات كتعرفش كل هذا أفريقيا الجنوبية قالتك نديروا مصريين قالتك قيديروا إلى آخرين نزيد كتر ولكن يعني على الصعيد الدولي الناس كانوا عارفين منين جاء العمال فجاء هذا المركز المغرب ولكن اللي جعلوا ويجي أكثر هو أنه نهارفش تعتطينا الموافقة باللغة أنا الخبر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يعني أولا قبل باش يستقبل الكاتب العام للفيدرالية الدولية لجراح الدماء والعصاب وبروفقاتي عبدالربي لما قدمنا له هذا المشروع من أجل أفريقيا قد تعرفوا كيف أشكل الاهتمام دير جلالة الملك وأفريقيا منهارفش يبدأ قرر باش هو يتبنى هذا المركز عندنا بعض تقنيات اللي غير موجودة في المستفايات العمومية المرضى كي يجي ويتعالجوا بيها بدون مقابل مخلين في الميزانية ديال المركز تقريبا كل سنة ما بين مليون ومليون ونص ديال درهم خاصة لهذا الشهادة وأبسط مثال وأحسن مثال ربما على هذا وأنه عندنا هنا واحد الآلة اللي كتسمى لقاما نايف اللي كتعمل الجراحة بلما تفتح الرأس بواسطة أشيعات الكوبالت بحالة نسقطه دولازير هذه الآلة هذه دخلناها في 2008 القيمة ديالها 50 مليون ديال الدرهم أنا عارفة اجدخلت المغرب وبدأت في 8 جوان يونيو 2008 كانت أول آلة في أفريقيا بفضل هذا التسيير الخاص بدون أرباح